مشاهدين الكرام رجعنا إليكم من جديد لمناقشة أبرز ما تناولته و صحفنا المحلية الصادر اليوم الثاني شاركنا اليوم الكاتب في جريدة الصباح الزميل اسليمان العنيزان حياك الله أخ سلمان عفوا الله يحييك حياك الله أخ سلمان يعني اليوم ماضح يعني يمكن صالنا يمكن خلال أسابيع الماضي الأخيرة من استجواب إلى استجواب خصوصا فيما يتعلق باسمه رئيس مجلس الوزراء الفترة الأخيرة أقل من أسبوع سمعنا باستجواب ما يسمى أزمة الرياضة ويمكن كان هذا الاستجواب قد يكون يعني فقاعة صابول لا أكثر ولا أقل فقط راح نقدم راح نقدم راح نقدم ويبدو لا يوجد شيء يعني في الأفق فقط مجرد محاولة لي ذراع الحكومة والضغط عليها من خلال كما يقال تطبيق القوانين الحكومة يبدو كان موقفها قوي جدا وبالتالي كتلة العمل وطن لجأت إلى يقد يكون حيلة أخرى اللجوء إلى رئيس مجلس الأمة لإيجاد حل لحفظ ماء وجه الكتلة والتي يبدو من خلال الأخبار اليوم موجودة في شاهد من خلال افتتاحية رئيس التحرير الشيخ صباح المحمد يبدو أن الكتلة أدركت أن اللجوء إلى استجواب رئيس مجلس الوزراء سيؤدي إلى خسائر فادحة بالنسبة لها منذ سنوات وهي تحظى برعاية وبتحالف مع حكومة وبالتالي تقديم هذا استجواب سيؤدي إلى انفراط هذا التحالف وراح يكون خسائرها أكبر من مكاسبها وبالتالي لجأوا اليوم إلى رئيس مجلس الأمة ولا يوجد استجواب رح يقدم الثنين تحليلك أخ سلمان على الوضع اللي حصل قالوا استجواب رح يقدم اليوم الاثنين تفاجأنا دخلوا رئيس مجلس الأمة طرف في حل المشكلة اللي يعني معروفة المشكلة بين مرزوق وبين طلال الفهد بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أشكر الأستاذ محمد عويد صليلي على استضافة للبرنامج جوان الصحافة اللي يعتبر فريد من نوعا كما نشكر القناة الشاهد والقائمين عليها مع العلم أني أنا ماني ملم جدا في قضية الرياضة بالذاتة هي أزمة سياسية أصبحت وأصبحت تحولت ونحن نعرف دائما أن الرياضة تصلح ما أفزدته السياسة الآن صار العكس أصبحت الرياضة هي تفسد السياسة بالبداية يعني ودي أني أوضح صورة مهمة أقول الله يعينك يا الشيخ طلال الفهد عن اللي قاعد يدور في هذه القضية الرياضية أنا اللي أشوفها الآن أنت استعديت يا كتلة العمل الوطني لاستجواب وزير الشؤون وحولتوها من وزير الشؤون إلى رئيس الحكومة عموما هذه أمور أحنا مقتنعين فيها دستوريا ومن حق كل عضو أنه يأخذ أدوات دستورية طيب الآن أنت مستعد قانونيا يا كتلة العمل الوطني لاستجواب رئيس الحكومة بسبب الخلل اللي موجود في قانون الرياضة أنا مع أني أمانة ما أنا مقتنع في قضية اللي يقودونها التكتل الوطني إلا أنهم عندهم قوة إعلامية يحاولون يخلون القارئ أو المستمع يصدق طيب كم لبغانوكم وجود غانوكم والمادة جاهزة ومحاول الاستجواب جاهزة واتفقتوا مع التكتل الشعبي أنه بعد ما تخلصون من قضية استجواب أم الهيمان تنتقلون إلى استجواب وحددوا اليوم الثنين يقدم نعم حددتوا أنكم تقدمون استجواب لرئيس الحكومة بقضية الرياضة طيب و بعدين تراجعتم سبب تراجعكم هذا أنا أعتقد برأيي المتواضع طبعا أن فقدت مصداقيتكم وصبحتوا تتعاملون كأطفال في داخل المنزل لما حسيت أنه ما عندكم حل لجأتوا للأبو يعني أنت الآن تطرقت وحولت الموضوع من قضية من قضية قانونية إلى قضية إنسانية رجعت لأبو السلطات سموه الأمير الله يحفظه و قلتوله هذه قضيتنا و نبي حلها و استنجت في رئيس مجلس الأمة طبعا أنا أعتقد برأيي رئيس مجلس الأمة ما قدم الأولى التي هي في قضية أم الهيمان استجواب أم الهيمان نعم نعم و برأيي أنه عارف أنه ما عندهم القدرة أنهم يستمرون التكتل الشعبي نعم ما عندهم القدرة أما الغضية التي جاية هذه رح تسبب صدى إعلامي و رح تأخذ حجم يعني الغضية تأخذ أكبر من حجمها لأنها صار أكثر من ثلاث سنين نعم قاعدة تدار على أبواب الصحافة تدار في الندوات في المؤتمرات الصحفية و في كل مكان نلقى قضية اسمها قضية الرياضة مع العلم أنا أشوف الشيخ طلال لنفهد لما أخذ المنصب رجعنا رجعنا بالقانون بدون لا يلجأ إلى أعضاء مجلس أمة بدون لا يرجع للمجلس الأمة بدون لا يرجع للشارع العام مع أنها قضية عامة من المفروض أنه يلجأ للشارع العام و يوضح الصورة نعم هو في خبر يعني أنا أود أن ناقش معك أخ سلمان الخبر الموجود في الشاهد أن بعض النواب العام الوطني وصلتهم رسالة من الحكومة أن إذا فعلا أنتم جادين في تقديم الاستجواب لسمون رئيس الوزراء إذن سنقطع التحالف معكم القديم و يعني تحملوا تبعات هذا تبعات هذا الاستجواب وبالتالي يمكن كان هناك فقط نواب المتحمسين مرزوق الغانم صالح الملع عبد الصرعاوي بعكس زملائهم الآخرين اللي في التكتل كانوا معارضين وبالتالي تراجعوا و وجدوا حل وسط اللجوء إلى رئيس مجلس الأمة للتراجع عن هذا الاستجواب أنا بركز عن نقطة مهمة لطالما نواب خاصة كتلة العام الوطني كانوا ينتقدون زملائهم النواب الذين دائما يستخدمون الاستجواب كتهديد الآن واضح وضوح الشمس أن كتلة العام الوطني استخدمت سلوب التهديد رئيس الوزراء لأجل فرض أجندة على الحكومة لتطبيقها على الشيخ طلال الفهد وهذا واضح من خلال الورقة التي اليوم وقعت سنناقشها بعض تفاصيل واضح أن التفاصيل أو ما تم الاتفاق عليه واضح يمكن أن فيها قد يكون بخص بحق الشيخ طلال الفهد لأن جميع التفاصيل يبدو أنها لمصلحة مرزوق الغانم ضد مصلحة الشيخ طلال الفهد نعم صحيح الحصل هنا انشقاغ باين واضح بينهم من العمل الوطني كتلة العمل الوطني انشقوا لعدم ثقتهم في قوة الاستجواب نعم هل تخوفهم من تدهور علاقتهم مع الحكومة لأن فيه تحالف قديم صار ثلاث سنوات تقريبا من خلال كتلة العمل الوطني مع الحكومة هل هو الخوف على هذا التحالف هذا سبب من الأسباب نعم هذا سبب من الأسباب اللي يخلاهم يتراجعون ويختلفون ويشقون فيما بعضهم نعم سبب من تراجع الاستجواب حسوا ان ما رح يقدرون يحصلون على الأقلبية في المجلس نعم ولا رح يتجاوب معهم المجلس في استجواب رئيس الحكومة و بالوقت نفسه علاقتهم جيدة مع الحكومة أنتوا يا التكتل الوطني نعم فلهذا السبب حصل خلاف ما بينهم نعم و يضطر أن يلجأ مرزوق الغانب نعم إلى جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة نعم يطلب منه حل هذه المشكلة بشكل ودي نعم أعتقد هذا برأيي المتواضع نعم هو اليوم يمكن افتتاحية رئيس التحريف الشيخ صباح محمد يعني هناك قد يكون إسقاط يعني ذكر أن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لو كانت هذه الورقة لأحمد السعدون كان ما طلعتها يعني وفعلا قد يكون يعني افتتاحية شوي معبرة عن الواقع فيها جرأة فيها جرأة نعم صحيح ويمكن لامسة الواقع الحقيقي للأسف الشديد واضح أنه الآن الكل بدأ يستخدم الاستجواب كفزاعة وكتخويف للحكومة يعني اليوم في تفاصيل يعني بنتكلم عن التفاصيل الورقة اللي وقعت ورقة وقع لها رئيس مجلس الأمة وزير الدفاع النائب الأول ووزير الشؤون محمد العفاسي اليوم يمكن جريدة الوسط تذكر بعض التفاصيل يعني من ضمن الورقة استقالة الاتحاد وتعيين لجنة مؤقتة يرأسها الفهد هل فعلا يعني هذا الطلب أو الورقة اللي وقعت أن الشيخ طلال الفهد يقدم استقالة طواعية طبعا من الاتحاد وبالتالي شكلون لجنة مؤقتة قد تكون برأسه هل فعلا يعتبر حل منطقي للأزمة هل فعلا راح يكون هذا الحل لمصلحة الطرفين أو أن لا والله لمصلحة قد يكون كتلة العمل الوطني ضد الشيخ طلال الفهد طبعا هو الحل يعني ما هو حل جذري نعم ولا يعتبر حل مقنع لأن هناك موجود أيضا مو بس الاتحاد اللي موجود عندنا عندنا تغريبا 14 نادي نعم شو راح يكون مصيرهم شون يكون وضعهم بالاتحاد نعم هم بعد يقعدون يفضل متعلق عندهم الاتحاد وأنديتهم وأنشطتهم الرياضية هذه مشكلة بالنسبة للـ 14 نادي الآخر نعم ممتاز اليوم يعني تصريحات هناك يعني في تناقض في التصريحات من نواب كتلة العمل الوطني مرزوق الغانم قال غير معنيين في الورقة اللي قدمها الخرافي بنفس الوقت المتحدث باسم كتلة العمل الوطني عبد الرحمن العنجري قال هذه الورقة وثيقة ملزمة للحكومة يعني لماذا هذا التناقض أو قد يكون تبادل أدوار ما حنا فاهمينه يعني مرزوق